نظم منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيساف ورشة عمل لملاقشة مبادرتين التعلم من أجل العمل ومسارة التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الورشة تهدف لمواجهة التحديات الكبيرة وتعزيز إمكانيات 28 مليون شاب مصري وكذلك اكتشاف طرق تعزيز العمل التطوعي في القطعين العام والخاص تنفيذا لحزمة المبادرات والبرامج التنموية التي أعلنت عنها إدارة منتدى شباب العالم في النسخة الخامسة جاءت هذه الورشة لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل الكسب ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيساف بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أعتقد أن هذه الورشة كانت مهمة للغاية للعاملين بالمكاتب الحكومية ورواد الأعمال ومنظمات العمل التطوعي أيضا ليبدأوا العمل معا أعتقد أنه من أهم النقاط تحقيق الوصول إلى جميع الجمهور المستهدف من هذه الورشة في المحافظات والقرى يمكن المبادرة دي من أهم المبادرات لأنها بتركز بشكل فعال على تفعيل أو تنمية المهارات الخاصة بالشباب من سن صغير المبادرة تحت عنوان التعلم من أجل الكسب وهي طبعا فيه سبونسرز أو فيه داعمين المبادرة دي يمكن أهم داعم هو منظمة اليونيساف اللي بتهتم بتنمية المهارات الخاصة بالشباب من سن صغيرة هدف المبادرة أنها تناقش إيه هي التحديات وزي نطلع بحلول نقدر ننفذها على أرض الواقع مبادرة العمل والتطوع تهدفان للوصول لأكبر عدد من الشباب لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل بشكل أفضل وأسرع والتغلب على العوائق الخاصة بسوق العمل بالإضافة لفتح مناقشات بين القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني لفتح نافذة كبيرة للمتطوعين مبادرة التطوع هي واحدة من المبادرات اللي تم اطلقها تحت ويرد ويث كورم وهي الهدف منها أن نركز على أهمية التطوع ونفتح فرص التطوعية لأي شاب أو شابة محتاجين وعايزين يبقى عندهم فرصة للتطوع احنا شغالين على مبادرة التعلم للكسب بجانب مبادرة التطوع هي مبادرة الهدف منها الوصول أكبر عدد من الشباب المصري وممكن الشباب في العالم العربي وحتى العالمي وتهدف إلى أن نساعد الشباب دي بمهارات أو بمستوى تعلم معين المهارات دي تساعدهم أن هم يلاقوا فرص أحسن في سوق العمل أن هم يوصلوا لمستوى أعلى أن يبقى فيه جزء ريادة أعمال ويبقى عندهم البزنس أو المشاريع بتاعتهم الورشة شهدت حضورا كبيرا من الشباب وممثلين عن المؤسسات المختلفة الذين أشادوا بأهمية هذه الورشة في تأهيلهم لسوق العمل ومناقشة الأفكار المختلفة الخاصة بالتطوع ودمجهم في عمل المؤسسات التطوعية المختلفة احنا عندنا فجوة كبيرة موجودة ما بين سوق العمل وما بين الشباب إيه اللي هيحل مكان الفجوة دي أن نحن يبقى عندنا شركات وتعاونات ما بين منظمات المجتمع المدني ما بين القطاع الخاص ما بين القطاع العام عشان نقلل الفجوة دي الحاجة في المجتمع النهاردة أو منطقنا العربية والشرق الأوسط فيه فعلا مشكلة وفجوة كبيرة جدا بين سوق العمل ومتطلبات سوق العمل والمؤهلات المؤهلات اللي الشباب النهاردة يعني بيحصلوا عليها أو المهارات حيث فيه فجوة كبيرة جدا من اللي سوق العمل طلبه وبين المهارات الموجودة عند الشباب وده اللي خلقنا نفكر كلنا إزاي نقدر نحلل التحدي ده ونفكر مع بعض ونحط يعني مزيد من الخطط وتصورات والأفكار احنا كشركة انطلاق نقدر ندعم في جزء تدريبات ريادة الأعمال لأن احنا شايفين أن الشباب لازم يمعندهم وعي بأساسيات ريادة الأعمال ولازم يحصل كاباسيتي بيلدنج للشباب فده جزء الجزء التاني هو جزء الدمج ما بين التطوع والتدريب للشباب فيه برامج كتير بتهدم نهاية تدرب الشباب وتعلمهم بس ما بتوصلش بعد كده نهاية تدخلهم سوق العمل هي بتدربه وخلاص على كده لكن الهدف من المبادرة هي تفعل الجابل ما بين احتياجات سوق العمل والتدريب للشباب وجودنا هنا عشان ندعم أفكار التطوع بالنسبة للشباب نعرف ايه الحافز و ايه اللي أنا اقدر اقدمه للشباب عشان يكون موجود معايا يعرف الفاليو اللي هي تدفله اعرف الحافز اللي أنا اقدر اوصله له لشباب صغير من اول 18 سنة ازاي يقدر يكون موجود معايا ازاي في فترة الجماعات او مثلا لو في المدارس كمان يقدر انه يتطوع معايا كل دي أنا النهاردة موجود في المبادرة هنا عشان ادرس حاجة زي دي هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة تقوم على تنمية مهارات الشباب ودعم رواد الاعمال بالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية ودولية منها ما يتعلق بسوق العمل وتطوير الصناعة وتمويل المشروعات الصناعية المختلفة محمود جميل التلفزيون المصري